السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الدرس سوف نتحدث عن النوافذ وكيف تصمم نافذة تفاعلية طبعاً أنا أعلم في النهاية أنه هناك بوكس يستطيع الشخص أن يعلق ويضيف اسمه فسوف أذهب إلى النهاية في نهاية المين الخاصة بي هنا هنا هي المين لازلنا في المين طبعاً هذا المين في النهاية أضع فورم نافذة فحتى أضع نافذة فقط أقول لها فورم يعني عندي نافذة طبعاً فورم بمعنى نافذة ماذا سوف أضع في النافذة؟ لنضع على سيمثال كلمة name يكتب اسمه طبعاً أستطيع أن نكتب مباشرة في الهتمال بدون أي تاق وأضع لي فد input يدخل nameه فحتى أستخدم الـ input أفتح قوس أقول لها input وهذا نوع من الـ UI سوف أترى بعد قليل input يقول لك ما هو نوع الـ input أقول لها text يعني نصوص يقول لك ما هو اسمه لنضع على سيمثال name الآن أي شيء ميز هذا الـ input الآن أجيت عمل save refresh ترى أنه وضع لي هنا input أنظر أستطيع أن أكتب في داخله إذن كلمة input بمعنى شيء أستطيع أن أكتب في داخله شيء جميل أنزل أضع بيرو بيرو يعني سطر جديد سطر جديد ثم أضع ننفض على سيمثال الآن ما نضع input نضع text area بهذا الشكل text area يعني ممكن يكون أكثر من line بيانات على أكثر من line ونجعل على سيمثال الـ width الخاص بها width أوكي width عرضها ممكن تقول لها style يكون أفضل الـ width الخاص بها يكون بعرض الصفحة يكون 100% والـ high الخاص بها انظر أضعت فارزة عندما يضع properties ثانية أضع فارزة لنفرض لـ 300 pixels لوجهة عملت refresh ترى أنظر عمل لي comment هذه أصلا موجودة الـ input وهذه comment ننظر text area text area معنى أكثر من line أستطيع أكتب انظر عرضها 100% بعرض الصفحة وطولها 300 pixels إذا ترى 300 كثيرة نعني نقول أوكي 100 حتى تكون أوضح أوكي هاي الـ comment الآن مفروض أضع زر يضغط عليه أضع submit أيضا هناك نوع آخر من الأزرات الآن أضع slash br الآن فليس هنا هنا أضع br يعني بيرا يعني سطر جديد لماذا لدي سوف يحصل أضع slash أوكي br بهذا الشكل يعني سطر جديد وأضع input آخر ما هو هذا الـ input أقول لنوعه submit يعني زر ضغط ما هي الـ name الخاص بSubmit ما هي الـ value العرضة بـ على سميثال أسمي أضع في كلمة post الآن جاء تعمل save ترى أنه هذا الـ input الأول هذا الـ input الثاني هذا كلمة post هذا الزر انظر button تضغط عليه يعمل تأثير على الصفحة لماذا عملت تأثير الصفحة؟ لأن عندنا نافذة forum سوف تراها كثيرا في جاواسكب لكن لا تستعجل عليها إذن الذي توضح لك أنه ممكن تصمم UI باستخدام HTML هناك أنواع كثيرة من الـ input هنا الـ text الـ button الـ checkbox والفايل أيضا والكثير الكثير من الأمور سوف نظر هذه الفايل حتى تعمل upload والكثير من الأمور اللي سوف تراها في الـ HTML لذا ندعها الآن جاني من فقط أفهمها ألا يدفصل الكومنت عن هذا سطيع سطيع ستمشي اسمه HR HR يعني كأنما رود خط ونظر خط فصلي بين هذا الجزء و هذا الجزء هذا هو HR عبارة عن line حتى قلنا هذا الدرس وكون لك وفي أمان الله